أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وماما جدا النظام الدولي فيه مشكلة تنفعيل هذه القوانين مرتبط بإرادة سياسية إرادة سياسية عامة بكتامعة الدولي لما يكون فيه بلوك أو عائق بتوفر الولايات المتحدة على وجه التحديد في سبيل إنفاذ ذلك هذه هي موسيبة كبيرة يعني فإحنا في النهاية دي منظمات حول الإنسان بتعمل كل الدور تقدر عليه في هذا الموضوع من ناحية إنها توسق وتصنف وتعمل بمناسبة التصريف حضرتك يعني كان لك تصريح إن ما معناه ما تفعله إسرائيل الآن في غزة هو جريمة للإبادة الجماعية وفيه جرام حرب وجرام دي الإنسانية والاحتلال طويل الأمد هو جريمة عضوان مستمر لأن المشاريع الدولي حالك لما تشوفي طيب في مواجهة هذه الإبادة الجماعية أصلها كلمة كبيرة جدا جدا وضحاياها كتير لكن الإبادة جماعية كلمة كبيرة وعشان كده سوء السنوات الماضية إحنا كنا نقول لما حد يجي عايز يتهم بإسرائيل اللي بدأ بنقول له صعبة الإثبات ومستحيل الإثبات لكن إحنا اللي قلنا من 9 أكتوبر إنها متحققة لأن توفرة أركان هذه الجريمة بالفعل مع قطع سبل الحياة لأنه هو المساس بجماعة تجمعهم هوية مشتركة بشكل كامل أو جزي بالإدرار بيهم ومستقبلهم ده معناه في النهاية أبدا الجماعية هذا هو التعريف وبمناسبة أهم شيء دفع المجتمع الدولي لتبني جريمة لحظة إبادة الجماعية هو كان الهولوكوست أصلاً وإسرائيل من أول الدول بمناسبة لانضمت لهذه الاتفاقية وفي شيء مهم جداً في هذه الاتفاقية بس هي لا تعترف أنه هي معترفة أن ما حاز فيه الهولوكوست كانت إبادة جماعية لكن ما تحدثه هو في غزة وفي الأراضي الفلسطينية ليست بإبادة جماعية عشان كده لمنها تيجي أهمية القانون القانون هنا بيحدد أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحالي هو إبادة جماعية أي كويس وإحنا كمان فيه حاجة مهمة جداً في الإبادة الجماعية أنه الإبادة الجماعية تسمح لأي دولة في العالم أي دولة أنه تتدخل عسكرياً عسكرياً لحماية المعارضين الإبادة وعشان كده هنلاقي الكونجرس الأمريكي في 2003 و2004 كمصرع تصاق تقومة الإبادة الجماعية بما يجري فيه درفور غرب السودان لأنه كان عايز يفتح الباب أمام فكرة التدخل العسكري لأي حد في العالم طيب في مواجهة هذه الإبادة الجماعية الآن على أرض فلسطين ماذا ستقول أمريكاً؟ نحن طبعاً فيه أدلات مهمة الإبادة الجماعية أيضاً مجربة بموجب نظام روم الأساسي لمحكمة الجنية الدولية الدولة الفلسطينية المعترب فيها دولياً اللي عضويتها نقصة في الأمم المتحدة بسبب فيتر الأمريكي لكنها محترب فيها دولياً وعندها سفرات في كل حتة طرف 15 اتفاقية منها نظام روم الأساسي لمحكمة الجنية الدولية ده حصل وإحنا بتزننا جهود كبيرة جداً عبر السنوات لإقناع قادة الفلسطينية الرئيسة أبو مازل بأغذي هذه الخطوة بيعتبرها توفى لنعمة الرضع النسبي وهتعرض للمجرمي الإسرائيليين للمسألة فتم هذا الكلام في إطار عدوانسي في 2014 وساعدنا كمان دكتور نبيل العربي كان أمين عام جمع الدول العربية وقتها في إطار العلاقة الوثيقة في النشاط في عدد الميدين العربية اللي احنا عملناها ساعدنا في هذا الموضوع مع المنظمات الفلسطينية اللي هي إحنا سعداء بالشاركة مع بعضها وأن بعضها عضو عندنا وماذا كانت النتيجة وعندهم خبرة ونضموا بالفعل ونضموا في يناير 2015 وهذا الانضمام طبعاً يعرض المسألة كمان كل من يخالف الاتفاقية حتى الفلسطينيين عشان كده الرئيسة أبو مازل التشاور مع قادة الفصائل كلها قبل الانضمام وكلهم أقرب موافقتهم على هذا الكلام وهم على استعداد أن هم لما يبقوا متهمين مطلوبين يقدموا نفسهم بس يبقى بالتوازي مع المتهمين الإسرائيليين بالتوازي مع؟ بالتوازي مع تقديم المتهمين الإسرائيليين نفسهم أو الأبد عليهم إنما هيروحوا يسلموا نفسهم والتانين اللي ابتكبوا جرام أكتر منهم ووقعياً هل هذا يمكن أن يحدث؟ ده يا فنم إحنا بتحرك فيه محدش كان متصوراً في وزلافيا هيبقى قدام حكمة جنائية الدولية قدام حكمة يوزلافيا متحكمة جرامدة للإنسانية محدش كان متخيل هذا الكلام محدش كان متخيل أن يفزوا عماء حكم طبعاً ما حاكم أفريقيا وما حاكم غيرها أو إن واحد زي البشير يبقى تحت طريقة الملاحقة مثلاً بسبب جرام في درفول بناء على لجنة التحقيق وقت البوسنة والهرس مثلاً على سبيل نساء إحنا بنتكلم على لأن هذه الجرائم لا تسخد بالتقادل فده جزء مهم إنما إحنا كمان قبل انضمام للمحكمة جنائية الدولية إحنا كمان من 2002 عملنا كثير جداً ملفات في عدد دول العالم صدرت فيها مذاكرات توقيف ل87 مسؤول عسكري وسياسي إسرائيلي وده باستخدام نافذات ضيقة جداً سنة كم؟ من 2002 إلى 2015 وإيه ناتج؟ صدرت مذاكرات توقيف بقول لحاجة 87 مسؤول عسكري وسياسي وهل تم التوقيف فعلاً؟ في الحداث اللي كان بيحصل فيها التوقيف كان أجلس مخابرات هذه الدول بتهرب المسؤولين الإسرائيلي المطلوبين لأنه يجب أن أقول لك الحقيقة أيضاً للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنواصل الحوار مع المحامي الدولي الأستاذ علاء شالبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول جهود محاكمة الاحتلال الإسرائيلي دولياً عن جرائمه في غزة ترجمة نانسي قنقر